جولة في أهم أخبار النهاردة مع الأهلي نيوز روم زي ما باركت طبعا في البداية لعملقة الأهلي فريق كورت السالة اللي حقق بطولة السوبر المصري بالفوز على الزمالك بنتيجة 64-60 خلينا أقول لحضراتكم أنه بطولات أو عدد بطولات وألقاب الفريق اللي حققها مع أوجستي بوش المدير الفني وصل لعشر بطولات حقق اتنين تتويج باتنين بواحد بطولة دوري أفريقي كورت السالة البطولة الأهم طبعا والأكبر على المستقر الأفريقية البال بطولة دوري مرتبط اتنين بطولة كاس مصر اتنين بطل دوري سوبر للمحترفين اتنين بطل كاس سوبر مصري بطل دوري منطقة القاهرة وبطل البطولة العربية للأندية دي بطولات أوجستي بوش مع نادي الأهلي مبروك مرة تانية للأهلي والفريق ونجومه والمدير الفني وطبعا لإدارة النادي الأهلي طيب أبدأ مع حضراتكم زي ما قلت لكم البعض ساعدة النهاردة للقاهرة مرة تانية بسلامة والنهاردة هيكون رحم التدريب على أنه يكون ابتداء من بكرة إن شاء الله الحد والاثنين هم اليومين اللي هيحضر فيهم الأهلي واستعد لمواجهة سيمبا يوم الثلاث المقبل في أرقام رصدناها لحضراتكم من مباراة الأهلي وسيمبا واحد طبعا ده أول تعادل الأهلي في التاريخ أمام سيمبا التنزاني في دار السلام على أرضه وعلى ملعابه وسط جمهوره وهي برضو أول مرة يسجل فيها الأهلي هدفين في شباك سيمبا في تنزاني هدف كهرباء الهدف الثاني للنادي الأهلي هو الهدف رقم 12 في تاريخه مع الأهلي في البطولات الأفريقية ورفع رصيدهم الأهداف اللي ساهم بيها تحديدا في الموسم ده مع ندي الأهلي الخمس أهداف ثلاثة تسجيل وهدفين صناعة أهداف المغربي ريدا سليم هو أول لاعب يسجل في البطولة وبالتالي هو اللي سجل الهدف التاريخي الأول في بطولة السوبر الأفريقي أو الدولي الأفريقي وكان طبعا على حساب سيمبا التنزاني ريدا سليم كمان بيسجل تاني أهدافهم على أهلي خلال المباراة الأربعة للعبها وهدفه الأفريقي الأول طبعا خلال مباراته التانية كل توفير ريدا سليم واحد من الفرسان اللي بنراهن عليهم في الموسم الحالي واعتقد أنه سواء ريدا أو سواء إمام لاثنين أعتقد قدموا أوراق اعتمادهم لجمهور نادي الأهلي وبقهم يعني تقدر تقول اثنين من الأعمال الأساسية للفريق الهيران عليهم مارسل كولر الموسم ده يبقى طبعا أنه مودست يدخل الخدمة وبكده تبقى صفقات الأهلي في المركات ونكحة بنسبة 100% وانا هي وجهة نظر حقيقة في موضوع مودست وانا عارف أنه جمهور الأهلي الآن الإمكانيات ما فيش شك أنه لعيب إمكانياته كبيرة جدا لكن الفورمة الحالة البدنية الانسجام يمكن تاخد وقت شوية عشان كده بفشوف أنه فكرة أنه مودست يبدأ طبعا ده قرار طبعا مارسل كولر محدش يقدر يناقشه فيه ولا حتى قدرت النادي الأهلي هو اللي بيختار مين يبدأ ومين ما يبدأش مين داخل القايمة مين خارج القايمة لكن فكرة أنه مودست ياخد 90 ديها من أولها بشوف أنه صعب شوية جدا على الأقل تأدير في الظروف دي وفي المنافسات اللي من النوع ده خصوصا اللي جاي عندك كله على مستوى القري يعني فين وفين لما هنتكلم في المحلي ده لو الأهلي طبعا كمل فيه بطولة الدوري الأفريقي ووصل للمباراة النهائية من بعدها هيكون بداية مشوار دوري أبطال دور مجموعات ومن بعدها كاس عالم فبشوف أنه أعتقد أنه الأفضل لمودست أنه ياخد تلت وخمسة عشرين ديها في نهاية كل مباراة ممكن في الحالة دي يعني يجيب سنس ومجهوده بدني يقدر يدي بشكل كبير وفي بعض المطشاط اللي ممكن تبقى لها سيناريو معين يعتمد فيها الأهلي فكرة التكتلات أو اللعب بالزون ديفنس عدم قدرتك على الاختراق تلجأ لكورات طولية كلام ده ممكن يأكل جدا جدا في وجود أنتوني مودست ومع تسجيله وهدفه تاني ممكن حقيقة يجي ويطلع انتاجية اللي احنا أو الجمهور الأهلي كله مستني منها طيب طبعا فيه أوراق كتير انت فتقدتها في المباراة دي علي معلول غاب عبد المنعم غاب امام عشور غاب والثلاثة بتهيئة اللي كانوا يعني متواجدين بشكل أساسي قبل ما نروح لبداية بطولة الدوري الأفريقي وبالتالي عودتهم قد تكون محتملة خليني أقول لحضرتكم علي معلول انتظم أو ينتظم بكرا ان شاء الله في تدريبات الفريق السعادة لمباراة العودة ان شاء الله يوم الثلاثة اللي جاي عبد المنعم كان تعرض لكادمة في معسكر المنتخب الأخير وده السبب في انه مشاركش في مباراة العودة لكنه هيخضع لفحص طبي النهاردة هيتحدد على أساسه إمكانية جهزيته للمشاركة في المباراة اللي جاية من عدمه امام عشور في ظني أو معلوماتي في حدود معلوماتي انه بنسبة كبيرة جدا جاهز لكن الجهاز الفني مرضاش انه يغامر به وبالتالي احتمالية مشاركته في المباراة اللي جاية ممكن تكون وردة بشكل كبير الخلاصة انه السلاسي احتماليات ظهورهم في مباراة سينبا يوم الثلاثة اللي جاي نسبته كبيرة حتى اللحظة لكن ده اللي هيتحسن في خلال الساعات المقبلة بشكل نهائي واعتقد انه الجهاز الطبي طبعا هيبزل مجهود كبير جدا في محاولة تجهيز منعم والتأكد من جهزية امام عشور بنسبة كاملة وان شاء الله بإذن الله علي معلول يكون موجود برضو فيه الفريق لكن الحقيقة يمكن النجوم مباراة مع الصاروش يعني باستثناء لقطتين الهدفين واللي ممكن حتى ما كانوش يدايقوك لو سجلت التلات او اربع انت جالك تلات او اربع فرص اهداف محاققة بنسبة 100% مشكلة مرس الكولر ومشكلة جماهير النادي الاهلي مش في السبال الاهداف بقدمة في اهدار الاهداف يعني فكرة انك انت تستقبل الهدفين باخطاء سازجة جدا جدا مباراة ممكن ما كانوش يدايقوك لو سجلت 50% من الفرص المؤكدة اللي قطيحت لك يعني انت جاتلك فرص في مطشط زي دي ما بتجيش كتير يعني جاتلك واحدة واثنين وتلاتة وممكن اقول في ربعة كمان تقريبا شبه مؤكدة لكن تلاتة مننا للشبكة مفيش حد تاني يعني لا جول كيبر ولا ديفندرات ولا اي حد موجود قدامنا انت والشبكة والتلاتة الاسف اهضرناهم بسازجة كبيرة جدا اللعيبة كمان في ضغط عليها بالذات المهاجمين عايزين يسجلوا الضغط الشديد ده او التسرع الشديد ده مأثر على القرار وعلى هتنفذ ازاي وعلى دقة التنفيذ دي قصة تاني في التلات كور ده العامل المشترك قرار كان واضح جدا وسهل جدا وتنفيذه لعيبة مع النادي الاهلي سهل جدا هتنفذه لكن القصة في النهاية خرجت سيناريو تاني خالص طيب ده قصة عبد المنعم وعلي معلول طبعا سيمبا ان شاء الله هيوصلوا للقاهرة النهاردة مساء او ممكن بكرة الفجر اه ممكن بكرة الفجر يعني مفترض انه هيتحركوا من تنزانيا الساعة سبعة مساء وبالتالي الرحلة بتصغرق حوالي خمس او ست ساعات وبالتالي هيصل للقاهرة النهاردة ويبدأوا هم كمان يستعدوا لمواجهة الاهلي يوم الثلاث ولو قرينا تصريحات المدير الفني الحقيقة الفريق سيمبا روبرتينيو روبرتو أوليفيرا مدير فني برازيلي رجل حقيقة يقدم جيم كويس جدا ارى وحضر كويس جدا للشوت التاني سيمبا كان احسن مننا الشوت التاني مفيش شك سيطر ضغط تراجعنا بدون مبرر بالنسبالي معرفناش نعمل التحولات السريعة وحتى الفرص الأوليالة اللي اتيحت وابرزهم فرص الصلاح محسن ما استغلناش بالشكل الامسل على الرغم انها كانت في توقيت عالمي وكاد تنهي المواجهة من دار السلام ومن تنزانيا ودخلينينا نلعب هنا في القاهرة بقى ريحية بس وارد انه الاريحية دي بيبقى لها ساعات تأثير عكسي يعني نتمنى ان شاء الله بإذن الله الاهل يكشر عن أنيابه في مبارات التلاتة اللي جاي محتاج تبعث رسالة ومحتاج تطمن جماهيرك ومحتاج تتأكد انه الكرف بتاع المستوى فني وبدني وتكتيكي ومهاري بيعلم مبارات تانية لانه ان شاء الله زي ما قلتلكم انت الشهرين اللي جايين دول هتقابل فيهم أصعب مطشط في الموسم كله باستثناء مباراة وحيدة ممكن تبقى لو كنت بدينا ان شاء الله ووفقنا المباراة وحيدة تبقى في النص التاني من السيزن وهي مباراة نهائي دور يا أبطال أفريقيا لو نجحنا فإن احنا نوصل للمرحلة دي أما في الشهرين اللي جايين أو الستين يوم اللي جايين تحديدا اتقيين كله كله فما فيش فرصة للتعويض ما فيش فرصة للتهاوي اللقطة الأهم من بارح بعيدا عن الكورة والفانيات اللقطة الأهم من بارح في المباراة واللي عجبتني جدا وقال تالي عجبت الناس كلها هي طريقة احتفال لعبة النادي الأهلي وطبعا كهرباء حتى بيرسي تاو يعني عجبني حتى بيرسي تاو كلهم الحقيقة احتفلوا بتأييد بأعلانهم دعم وتأييد أشقائنا في فلسطين في وجود طبعا اهتمام دولي وعالمي بانطلاقة البطولة الأفريقية وبحضور طبعا جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي وغيرهم طبعا من الضيوف الكبار اللي كانوا حاضرين في المباراة ده يمكن تعليق كهرباء طبعا على الاحتفال وأنا يمكن آه صوتي ما بيكونش مسموع في العالم كله بس بحاول على قد ما أقدر أني أنصر القضية الفلسطينية وعدعمها بكل شكل أقدر عليه من لم ينصر فلسطين اليوم بكلمة حق فليس بناصر نحن دائما معك يا فلسطين عاشت فلسطين حرة واللقطة دي ممكن اتكررت في احتفال عدد كبير من لعبة النادي الأهلي كلهم احتفلوا بنفس الطريقة أملا في أن الرسالة توصل وأن احنا في ظهركم وأن احنا معاكم وأن احنا أبدا مش بس بكلم على الأهلي أنا بكلم على الشعب المصري كله دي الحالة التي تأكدت في الساعات الأخيرة أن احنا قلبا وقالبا معاكم قلبا وقالبا في ظهركم ومعاكم لغاية لما ربنا إن شاء الله يإذن لنا بنصر نتمنى أن يكون قريب اشتركوا في القناة